المبدئيا مباراة امبارح ووصلة المشوار مشوار يعني بالدم زي ما بيقولوا فعلا 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 لان منتخب مصر يعمل مشوار اسطوري مشوار تاريخ 122 دقيقة ثلاث مرات امام خصوم خطبالك يعني السنغال هتوصل فاينل ملعبة مين ملعبة مين وقد ايه منتخب مصر هتوصل فاينل وهو كان مرشح للخروج في كل مرة امام مغرب مرشح للخروج امام مغرب مرشح للخروج بنسبة لا تقل عن 50% وامام الكاميرا حضورته ما تتعداش حرفين ل20% ويقاتل لغاية اخر ثانية وحاجة صراحة يعني من زمان الواحد ما ندمكش مع منتخب مصر بشكل ده حتى انا فاكر 2017 يعني الفاينل وسانا الفاينل بس ما كانش التفاعل بالشكل ده صحيح بصر هتفل معك كل كلمة قلتها هو تقريبا احنا ما بنعملش فانكشن او ما بنظهرش بقى ده اجامد الا في المواقف الصعبة هتجيب لي بقى سيرليون هتجيب لي زي في 2019 جنوب افريقيا اللي هو تالت مجموعة هتلاقينا بنخسر وبنعمل اداات سيئة لكن هاتلي المنتخبات الكبيرة حطني تحت ضغط اتكلم على حسن العيف في العالم محمد صلاح بشكل مش كويس اتكلم على واحد من اهم مديرين فنيين في تاريخ الكورة في اخر مثلا تراتين اربعين سنة كارلوس كروش بشكل مش كويس هتلي بكاري جسامة هاتلي تعملوا اعمل اللي تعملوا هتلاقي رجالة مصر ورجالة المنتخب وقفين اصابة الشناوي ابو جبل موجود بيقدي افضل من الشناوي اصابة حجازي هتلاقي عبد المنعم والوينش بيقديوا افضل من حجازي انت لو قلت لك قبل البطولة كمان انه افضل حارس مرمى هيكون من مصر افضل حارس مرمى في البطولة هيكون من مصر فانت هتقول لي اكيد اواش الناوي لو قلت لك افضل قلب دفاع يكون من مصر تقول لي حجازي فالنهاردة لما انت المرشح دايب ابره ويجي واحد تاني ياخد مكانه مش بس يقدي يسد عمر كمال مكان اكرم توفير وعمر كمال طبعا وعمر كمال بس انت جاي من بعيد اوي ومش مركزه يعني هواصل ما بيلعبش بك يمين هو يلعب بك يمين ويلعب على مين يا عبد الرحمن انت بيتغير عليك وينجرس يلعب في اعلى اندية في اوروبا كلها وفي كل موقف بيفضل ثابت في ادواره الدفاعية في ادواره الهجومية هنفتقده في الفاينل ولكن انا متأكد ان اي لعيب حينزش او حتى امام عسور لعب نقطة بتاعب باك رايت مهند لاشين برضو يا براحمان اه مفاجأة لا مهند لاشين بلعب فكرة امام عسور لو انا قلت لك امام عسور باك رايت هتقول لي ده جنون اه صح صح وقبالك كيروش بيعمل حاجات انت لو نجحت يعني تتعلي جدا ولو فشلت هو معرض لانت اخد غير طبيعي وهو ده اللي يبين لك ان انت عندك مدير فني كبير مدير فني مش خايف ان هو ياخد الرزق من الاخر كان عبدالرحمن مدير فني مش جايز بت حاجة ده واحد درب قبل كده منتخب بورتغال درب ريال مادريد مساعد في منشستر يونيتد مدرب منتخب ايران مدرب منتخب كولومبيا فهو راجل اصلا في نهاية كاريرو فهو جاي يحط الكريز على التورتة الجميلة اللي هو عملها ينهي بمنتخب مصر ويوصل لكاس العالم ممكن يحقق لقب قري فهو مش خايف وهو شايف بخبرات عالية جدا وعينه بصراحة لا تخطئ عينه في عبدالمنعم عينه في عمر كمال عينه في مهند لاشين عينه في مرموش عينه في فكرة الناس يقول مصطفى محمد مش موفق وجميعا لكن يا جماعة بصوا تاكتيكين الراجل ده مصطفى ده بيعمل ايه